تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زار السود حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واجرى خلال الاتصال استراد علاقات الصداقة بين المملكة واليابان وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يخص الشراكة في تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 كما عبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعزيه وصادق مواساته له والشعب الياباني الصديق في ضحايا الامطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب وغرب اليابان